إلى شهداء فلسطين عموماً وإلى من فاضت أرواحهم مدافعين عن حقنا التاريخي وعن حرية بلادنا فلسطين إلى من بذلوا أغلى ما يملكون إلى شهداء الأرض لكم في أعناقنا ديناً سنفيه ذات يوم عرفات جلدات ثلاثون عاماً من قرية سعير شمال شرق الخليل متزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم يارا تبلغ من العمر أربع سنوات وزوجته حامل الآن بالشهر جابع هو طالب جامعي في السنة الأولى في جامعة القدس المفتوحة واعتقل بتاريخ 18-2013 بتهمة إلقاء الحجارة اقضيضة للتحقيق في مركز الجلمة بعد ذلك تم نقله إلى سجن مجده حيث سقط شهيداً هناك لنشاهد تقرير لزميل نور مرزوق عن آخر المستجدات وزيارة لعائلته ستشعر بقمة الظلم عندما يقتل أخاك أو ابنك أو أباك ولكن الأسوأ من هذا الشعور هو أنك تعرف من هو الذي ظلمك وتعرف كيف ولماذا ظلمك لكنك لا تستطيع فعل شيء لأن الظالم قوي ومجرم ومتنفذ ولا يعترف بحقوق أحد ولا يكترث للأرواح التي يزهقها ولأن الظالم لا يجد أحداً ليردعه ولأنه أيضاً يستهزئ بخصمه عرفات جرادات هو واحد من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل بدم بارد كنت حاس أنه رح ينسجن يعني ممكن أنه ينسجن بس أنه توصل أنهم يعني يغتلوا ويصفوه هيك يعني لا ينسجن عشر وعشرين مؤبد يوخذ بس يظل موجود بس يصفوه هيك بست أيام يما ست أيام لاحسوا لا خبار يما يغتلوا يما اغتلوا كتلوا يما كتلوا يما اغتلوا أحبتهم عرفاته بس يما عرفات عرفاته بس الأسير الشهيد عرفات جرادات من قرية السعير قضاء الخليل استشهد فقط بعد ستة أيام من اعتقاله أثناء التحقيق معه في معتقل مجده متأثرا بنوبة قلبية حسب المصادر الإسرائيلية هذا ما ينفيه ذوي الشهيد الذين يؤكدون وجود آثار تعذيب وكدمات على جسده وما ينفيه دعاءات الاحتلال أيضا أن عرفات لم يكن يعاني من أي مرض قبل أسره وأخذوا أقويا بصحة متكاملة يعني لا في عنده إشي الحمد لله صحت زي الحديد بحكوا إنه في عنده عدة أمراض وأبصر شوف السجن الحمد لله يعني هاي البلدين كلها بتعرفها يعني شاب من خيرة الشباب عمره مظر حدا عمره مظر بني آدم أخذوه من هنا يعني على الجلمة دغري خلوا يودع ولاده حكوله يعني هاي من بينه مؤامرة تصفية إلى أخذوه من هنا على الجلمة حكوله ودع ولادك لأنك مش رايح تشوفهم عرفات البالغ من العمر ثلاثين عاما أب لثلاثة أطفال وأيضا أب لطفل لم يولد بعد فزوجة عمار حامل بالشهر الرابع بطفل لن يرى أباه ولن يعرفه إلا بالصور شو بنا نحكي اللهم الله بدهم مساعدة بدهم دير تبال بدهم والله يصبرهم والله يرمي الصبر علينا وعليهم أطفال السعان بيشربوا حليب السعان الزقار وزارة الأسرة ونادي الأسير عقدت مساء أمس مؤتمرا صحفيا للوقوف على ملابسات استشهاد عرفات الذي يعتبر الشهيد الثالث بعد المائتين في تاريخ الحركة الأسيرة وكشف المؤتمر حقيقة استشهاد عرفات ويظهر التقرير الطبي أن عرفات توفي نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له وليس كما يدعى الاحتلال أولا إصابات تقدمات أطار التعذيب على منطقة الظهر من الجهة العلوية اليمنى اثنين أطار التعذيب على منطقة الصدر من الجهة اليمنى على شكل داهري ثالثا إصابات واضحة جدا أطار تعذيب شديد في العضلة أعلى الكتف اليسرى من الظهر بمساحة أربعة ضرب تسعة سمطي عميقة داخل العضل بمحاذاة العمود الفقري أسفل العنق عميقة داخل الأنسجة وأنا أحمل إسرائيل المسؤولية التامة مرة أخرى عن قتل العمد للشهيد عرفات خلال استجوابه في أقبية التحقيق وتبين أن الرواية الإسرائيلية هي رواية كاذبة ورواية مزورة وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة في كافة أنحاء الضفة الغربية مع جنود الاحتلال هذا ما زاد خوف حكومة الاحتلال أن يكون استشهاد عرفات هو الشرارة التي ستفجر غضب الجماهير الفلسطينية خاصة وأن تحركات شعبية بدأت وطيرتها بالتسارع في الفترة الأخيرة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام نحاول أيضا من خلال هذه الفعاليات أن نرفع من وطيرة التضامن وأن ندعو أكبر كافة من المؤسسات ومن الشعب للاندمام والتظاهر في كافة المواقع من الشمال إلى الجنوب خصوصا مواقع الاحتكاك كي نضغط على الاحتلال الإسرائيلي كي يستجيب لمطالب الأسرة ارتقت روح عرفات لتلاقي خالقها وتقول أنا المرابط الأسير الشهيد أنا من ضحيت بروحي من أجل الوطن أنا من أزهقت روحي ظلما أنا من حرمت من رؤية أطفالي أنا من تركت شعبا بعدي سيأخذ بحقي نور الدين مرزوق الفلسطينية الحديث أكثر في هذا الموضوع معنا من داخل الستوديو مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الأسرة جواد عماوي صباح الخير صباح النورة بداية وكمان سمعنا بنهاية التقرير نتائج التقرير الطبي الفلسطيني من الأستاذ عيسى قراقع هذا يعني بداية خلينا نتناقش أنه النتائج هذا التقرير الطبي الفلسطيني وهل هناك نتائج لتقرير الطبي إسرائيلي يعني حقيقة تقرير الطبي الفلسطيني صدر التقرير الأولي مضمون التقرير التقرير كتاب الكامل لما نستلمه اليوم سنستلمه الساعة الثانية عشر ظهران مضمون التقرير الطبي الفلسطيني الذي أصدر تكتور سابر العلول والذي حضرت تشريح ممثلا لوزارة الأسرة في السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلا للسلطة وبقرار محكمة إسرائيلية على مشاركته بالتشريح تقريره يقول بشكل واضح وصريح أن الأسير تعرض للتعذيب هناك آثار للتعذيب واضحة بشكل لا يقبل النقاش على جسده آثار تعذيب حديثي وجديد جدا لا يمكن الحديث عنها أشياء أقديمي والأهم من كل هذا وذاك أنه التقرير يتحدث أن قلب الأسير سليم معافى وليس هناك والشرين وليس بها أي من تجلطات هذا ينفي الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن أن السبب الوفاة هو إصابته بجلطة بالتالي بما أن القلب سليم والشرين سليمي إذن ينفي الرواية الإسرائيلية ووجود آثار التعذيب يؤكد على تعرضه للقتل طبعا بالعادي دائما هناك تقرير طبي هذا يصدر من طرفنا لأنه نحن انتدبنا وهناك تقرير طبي يصدر من مركز الطب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يصدر تقرير من مركز الطب العدلي الإسرائيلي طبعا بحجة أنه هناك فحوصات لما يسمى بالسميات في فحوص لبعض المخبرية التي تجري فحص إذا كان الأسير قد تم إعطاؤه مواد سامة وآخره وبكل الأحوال نحن لا نصق أساسا ب موضوع للسميات أنا أعتقد في ظل وجود آثار للتعذيب لا يقدم ولا يؤخر ونحن نتحدث عن أسير يعني إذا كان هناك مواد سامية فالداني ستكون لهم هو تحت يدهم من أين إذن هم أعطوه المواد السامية الموضوع البوادر هناك بوادر في الجانب الإسرائيلي أنا أعتبرها غير مريحة يعني نحن بكل الأحوال لا نثق بالمركز الإسرائيلي لأنه له سوابق والمركز الإسرائيلي ممثلا برئيسه دكتور يهوداهيس الذي هو قام بعملية التشريح مع الدكتور صابر العلول هو شخص متهم إسرائيليا وهناك تقارير عدة بثتها التلفز الإسرائيلية الرسمية أنه شارك بسرقة أعضاء للشهداء الفلسطينيين شهداء مقابر الأرقام عشرات المرات وباعها هو عضو الكنيسة اليمين المتطرف إيري إرداد للمستشفات الإسرائيلية دون أن يكونوا يعلموا من أين هذه الأعضاء بالأمس الدكتور يهوداهيس ردا على أن الدكتور صابر في تقريره يقول أن هناك الضلع الثاني والثالث في الجهة اليمنى من الصدر وجدت مكسورة فهو يقول أنه هذا نتيجة محاولة الإحياء لأنهم قالوا أنهم حاولوا إحياءه طبعا يعني هذا هو يعلم أنه هذا كذب القلب هو في الجهة اليسرى ونحن نتحدث عن أضلاع مكسورة بالجهة اليمنى يعني من باب أولى إذا كانت الأضلاع ستكسر الأضلاع اليسرى التي تكسر وليس الأضلاع اليمنى وهو يعلم ذلك هذا طبيب شرعي متخصص مرك عليه عشرات ألاف الحالات التشريحية وبالتالي هو يعلم بالضبط ماذا يتحدث ولكن أنا أعتقد أن الإسرائيليين كعادتهم يحاولوا أن يعني يعني في بالوجود كمان أدلة وإثباتات في يد التقرير الطبي الفلسطيني من ناحية المجر القانوني رح ياخده ودوركم يعني وين رح تكون الخطوات؟ يعني إحنا بالأمس كنا تقدمنا بالطلب للمحكمة من شان قضية التشريح ومشاركة الدكتور ساب العلول ممثلا للسلطة اليوم سيتم تقديم طلب رسل من المحكمة الإسرائيلية وذلك لتعيين قاضي للإشراف على التحقيق هناك في تحقيق تجري شرطة إسرائيل كما هو متبع ولكن نحن نريد أن يكون تحقيق قضائي وبإشراف تحت إشراف قضائي وأنا بقول بشكل واضح يعني أنا لست متفائل ولا أعول كثيرا على هذا الجانب ولكن هذا يجب شيء يجب أن نقوم به وهذه مرحلة لازم نعبرها إذا لم ننصف ولا أعتقد أننا سننصف هناك خطوات كثيرة في المستقبل هناك محاكم وطنية دولية محاكم الوطنية في دول كثير من الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة المجرمين بهذا القضايا الدول الأوروبي غالبيتها في هذه الإمكانية الملاحقة في عنا المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالتعذيب والذي هو مدعو الآن بشكل رسمي نحن ندعوه اليوم سيكون على مكتب وتقرير مفصل حول الحادث وندعوه بشكل عاجل أن يحضر إلى الأراضي الفلسطينية حتى متقرر الخاص في الحالات السابقة حاول أن يأتي وإسرائيل منعته ولكن في هذه الحالات يجب أن يكون قرار واضح للمؤسسة الدولية نحن نتحدث عن أمم المتحدة إذا كان أي دولة يرفض دخول أحد المقررين يكون هناك ضجة إعلامية وللآخره نحن نتحدث عن قضية تعذيب وقتل قتل بدم بارد نطالب أن يحضر المقرر الخاص أن يأخذ مسؤولياته يعني اليوم سيسلم للمقرر الخاص رسالة بتفصيل ما يتعلق بعرفات جردات نعم 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 ننتظر فقط يعني اليوم سأستلم التقرير الطبي بساعة الظهيرة الساعة الثانية عشرة من الدكتور صابر العرول بشكل رسمي وموقع وبناء عليه ستكون الرسالة للمقرر الخاص مرفقة بالتقرير وبالتالي المقرر الخاص مدعولة لأن يكون حاضرا في هذا الحدث وأيضا كما يعلم الجميع ووضع القانون لفلسطين تغير بعد نيلة العضوية هذا ما سأسألك عنها بالتحديد يعني وجود ميتين وثلاث شهداء من الحركة الأسيرة الوطنية في السابق ويعني كيف تم التعامل مع الحالات السابقة يعني هل لك أن تطلعنا كيف كان تم التعامل مع هذه الملفات يعني الحالات السابقة هناك كثير من الحالات صحيح في ميتين وثلاثة في عنا يعني حسب الأرقام يعني أنا أبعطيك في عنا واحد سبعين أسير نتيجة تعذيب واحد وخمسين همال طبي أربعة وعسنين نتيجة قاتل عمد سبعة أصيبوا بأعيار نارية وهم داخل الوطنية كيف تم التعامل مع هذه الحالات؟ حقيقة يعني الحالات كانت في مراحل مختلفة في قسم تم تحقيق يعني مثلا حالات إطلاق النار اللي نأخذ على سبيل المثال الشهيد الأشكر الشهيد الأشكر تم التحقيق فيه طلبنا بتحقيق وأدين الإسرائيليين عمليا ولكن هناك هم يدعوا أنه ليس قتل العمد بحيث أنه كان إطلاق نار في المعتقل لمحاولة إخماد في معتقل النقب ولكن هم تحملوا المسؤولية ودفعوا تعويضات لعائلة الأسير هذا حادث كثير من الحوادث التي كانت في السابق يعني للأسف أنا أقول أنه لم يكن بيدينا دليل مادي للإداني نحن نعلم أنه هناك يعني أهمال طبي توفيه هو يقول لك نتيجة أمراض بعد قسم كبير منهم اللي بعد الإطلاق صراحه يعني مثلا الأسرى الذين أطلقوا صراحهم وتوافق أبو دريع آخرهم أسرى تخرج من السجن يعني واضحها سيئة واضح أن السياسة هي مستمرة ولكن كيف ممكن من الجانب القانوني وأنت مطلع على هذا الجانب التأكيد والقانون الدولي كيف ممكن إدانة هذه العمليات يعني خاصة أنها في شكل مستمر وطرق مختلفة أنا أقول هنا في موضوع شهيد عرفات تحديدا يعني قد يكون وضعنا كثير أفضل من الملفات الأخرى يعني كان ملفات كثيرة ولكن هذا الملف له خصوصية خصوصيته أنه من اللحظة الأولى للاعتقال في اليوم الثالث للاعتقال يعني أي يوم الخميس كان محامي وزارة الأسرى حاضر معه الأستاذ كيميل الصباق في التمديد التوقيف وشكل من الإرهاق في التحقيق وبدأ عليه الخوف والإرهاق والتعب وأيضا كان بحالة متوترة ولا أعلم ما كانوا يهددوا فيه يعني هذا داخل التحقيق وبناء على المحامي طلب أن يكون هناك بالضبط يعني أنا أقرأ من الكلمات ماذا طلبوا من القاضي الإسرائيلي طلب أن يكون هناك من الخوف يطلب المحامي أن يتم الفحص موضوع تعطى له العناية القاضي قرر أن تأمر طبيب المعتكل بفحص وضع المعتكل الصحي الجسماني والصحي النفسي وإعطاءه التعليمات المناسبة لسلطات التحقيق وإعطاءه العلاج المناسب وهذا موثق لدي هذا تقرير الإسرائيلي هذا الورق الإسرائيلي القرار المحكم الإسرائيلي لأنه كما قلت بالسابق ذكرت أنه كان يكون فيه مشاكل عزم وجود أدلة الآن هنا أولا كان هناك يعني فيه مصرح أمام المحكم أنه يعاني وأنه هناك ضغط عليه ويمارس هذا هذا بقرار الإسرائيلي ليس قرارنا وبأمام قاضي هم عينوا لهذه الغاية وهو أيضا القاضي قال يجب أن يعرض على طبيب الإسرائيليين قالوا في تقرير الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومي في يوم الحادث أنهم عرضوا على طبيب والطبيب قال أن يستمر التحقيق معه إذا صحت الرواية وأنه عرض على طبيب هذا ما يدعو إلى فتح ملف جديد الذي هو يعني طوال الوقت كنا نتحدث عن موضوع الإهمال الطبي الآن لا نتحدث عن إهمال الطبي نتحدث عن مشاركة الأطباء في قتل هذا طبيب يعمل معاون للمحققين يعني المفروض أنه يكون هو عون للأسرة هو يكون أدى للتحقيق يعني إذا شعر أن الأسير يعاني من ضغط قد يقول له مثلا اقطع النفس عنه اضغط على إيده مكسورة إذن هو يبحث عن نقاط الضعف لدى الأسير ويعطيها للمحقق إذن هو شريك شريك وبالتالي يجب أن يكون يحاسب وأن يسأل عن هذا الموضوع هذا موضوع يعني جميعنا كل من يعمل في هذا الحقل يعلم أنه هذا يعني النتائج كنتائج ليست شيء غريب أو عجيب نحن نعلم أن هذا يحدث ولكن هذه المرة بيدينا يعني قد يكون أدلة قد تسعفنا في ملاحقة الجانب الإسرائيلي هل تحاولون تركيز على موضوع التوثيق ووجود أدلة بشكل أكبر فيما يتعلق بجميع الأسرة يعني هناك أسرة مثلا بيكون هم حقل تجارب لأدوية إسرائيلية يعني في هناك تفاصيل كثير هل هناك في خطة أو لتوثيق هذه التفاصيل في حال وجود هناك إصابات أو أضرار نعم يعني إحنا حقيقة أينما وجد يعني حالات تعذيب أو انتهاكات أو يكون هناك توثيق وأخذ تصريح مشفوعة بالقسم وهناك سجل كبير بهذه الانتهاكات لدينا ومن اللحظة التي كان هناك قرار يعني نتحدث عن من الـ 2008 منذ بدأت فكرة التوجه للتدويل قضية الأسرة والتوجه للمحافلة الدولية ونحن نعمل على موضوع التوثيق وجمع بيانات ويعني الجميع يعلم أنه كان هناك قرار يعني شبه يعني حتى السؤال وضع في موضوع التوجه لمحكمة العدل الدولية في لهاي لطلب رأي استشاري في موضوع الأسرة ولكن قد يكون التأخير كان بسبب موضوع التوجه للأمم المتحدة بخصوص العضوية وبالتالي أصبح أولويات يعني أن العضوية هي بالأساس بموضوع بالتحديد ما يتعلق بمحكمة لهاي وتوجهها للمحاكم الدولية هل هناك كان في مبادرات جدية ورسمية يعني هل في مماطلة يعني حقيقة لا حقيقة ليس مماطلة يعني أولا يجب أن يكون تمييز هناك محكمة الجنائية الدولية وفي محكمة العدل الدولية الحديث كان لدينا بالتوجه لمحكمة العدل الدولية العدل الدولية اللي طلب رأي استشاري حول وضع القانوني للأسرة في هذا الموضوع أنا بستطيع أن أقول أنه نحن في وزارة الأسرة أنجزنا كامل العمل المطلوب لهذا الملف للتوجه الملف جاهز كامل متكامل السؤال الذي يعني سيضع رض على المحكمة موجود القضية كانت كان المفروض أن يعرض على الجمعية العامة لأمم المتحدة ونأخذ القرار بتوجيه للمحكمة الجنائية هذا الموضوع تم تأجيله بسبب التوجه العضوية لأنه ما كنتيش بتقدري تطيع عرض موضوعين العضوية والموضوع الآخر والجانب الفلسطيني ارتاء أنه موضوع العضوية هو أكثر لأنه سيحقق لنا نتائج أكثر وسيدخلنا في محافل أكثر أنا بعتقد أنه موضوع التوجه للمحكمة العدل الدولية ما زال قائما والآن فتح أمامنا مجال آخر وهو التوجه لمحكمة الجنائية الدولية بالتالي أنا بعتقد أنه فيه توجه فيه توجه جدي حقيقة ويعني نحن عملنا في موضوع المحكمة العدل الدولية أربع سنوات متكاملة عملنا تواقم قانونية متخصصة استعنا بخبراء دوليين حتى وصلنا للعمل الموجود وبالتالي الجدية موجودة وبعتقد أنه لكن الظرف الفلسطيني للأسف الشديد هناك أولويات يعني أو ليست أولويات هناك كلها مصاب يعني الجدار الاستيطان يعني كل قضايانة ساخنة وكل قضايانة تحتاج إلى متابعات ومن هذا السبب يعني قد يكون تأخير هنا أو هناك ولكن الآن في هناك حديث عن توجه بشكل جدي وبالتحديد ما يتعلق بعرفات جردات نعم شهيد عرفات يعني بشكل واضح سنتوجه كما قلت الجانب الإسرائيلي بالمحكمة وهذا مرحلة لا بد أن ندخلها إذا لم نلقى الأذان الصغي كما قلت أيضا هناك على جانب آخر المقرر الخاص للتعذيب في الأمم المتحدة وأيضا يبقى أمامنا مجالين المحاكمة الوطنية للدول الأوروبية أو الدول الأخرى التي تسمح قوانينها بمحاكمة المجرمي الحرب وأيضا المحكمة الجنائية الدولية أنا أعتقد أن موضوع الشهيد عرفات سيتابع بجدية وهو موضوع يستحق المتابعة وقد يكون هو يعني بارقة ويفتح المجال لرفع الظلم عن عشرات أو مئات الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب أو كتلوا داخل معتقلة يعني بالتأكيد هناك حاجة ملحة لفتح هذا الملف والعمل عليه وخاصة أن هناك شعور الاحتلال بأن هناك ما فيش كمان في المقابل هناك في معركة قضائية هذا ممكن يعطيهم مساحة أن يمارسوا هذا العنف والتنكيل والتعذيب وكأنه مباح لهم يعني نقدر جهودكم ولكن نتمنى فعلا أن هناك فيكون خطوات جدية عملية ويكون يعني بما يتعلق بالتحديد بالأسير عرفات جلدات وأكيد بالنهاية كمان من نوجه تحياتنا وتعزينا لعائلته وذوي إذا حابب بالبداية تضيف أي شيء أستاذ هناك لك المساحة لا شكرا لكم أنا أعتقد أنه الموضوع أصبح كافي أنا أعتقد أنه الجميع يعني هناك لأنه في حديث في الشارع يعني للأسف أنا فقط أطلب من جميع المؤسسات يعني من لديه معلومة دقيقة يعطيها لأنه هذا يحدث إرباك يعني مثلا بالأمس تم الحديث عن أنه تعرض للضرب برأسه وتقرير طب الشرعي لا يقول أنه تعرض للضرب برأسه الوالد الأسير قال تعرضه ولكن قد يكون رأى الرأس مفتوح وتعرض للتشريح فقد يكون يعني حدث لديه لبس طبيب الشرعي الذي تدب من قبل السلطة لم يتحدث وبالتالي وسائل الإعلام الإسرائيلي ركزت والأجنبي الأمريكي يعني أنه هو تعرض للضرب برأسه وهو غير مضروب يعني يحاولوا أن يستغلال أو يكذبوا أو محاولة يعني يجب أن تكون المعلومة الدقيقة من لديها يعني شيء دقيق وصح يعني يخرج للتصريح والمعركة ليست معركة تنافس إعلامي من صرح قبل أو من هذا الموضوع أن نحمل القضية بشكل صحيح نذهب للمحافل الدولي بشكل صحيح ونحاكم الاحتلال بشكل صحيح يعني هذا ما نتأمل من جانبكم وحتى كمان بما يتعلق بالجانب الإعلامي هي فعلا كمان معركة إعلامية وهذا بتطلب مننا الدقة والجدية وتحمل مسؤولية المعلومات التي تكون صادر عنها نشكرك كثير على وقتك وعوجودك معنا مدير عام دار القانونية في وزارة الأسرة جواد عمواي شكرا كثير لك شكرا لك مشاهدينا فاصل ونحن نستقبل فقراتنا ونخليكم معنا